ان انا هطلع اتكلم عن نادي الاهلي هدور على اي حاجة للنادي الاهلي اي حاجة بقينا نجيب اي حاجة تركب الترند هنشتغلها وهنقولها حتى لو انا بقول كلام وهقول عكسه فقلنا اتفقنا كده كفريق اعمل البرنامج ان احنا نكشف او نوضح التطاد دايما في الاراء او التصريحات اللي بتطلع وطبعا شايفين كابتن رضا عبدالعالو الاسبوع اللي فات جبنا احد الكباتن فنشوف الكابتن رضا عبدالعالو احد تصريحاته ونرجع نعقد نرفز وقال لهم يا جدعان الراجل دوت ده هو اللي بيحرك نادي الزماني ما تشفوه عايز ايه او انت كنت عايز ايه يا كده مش عايز حاجة هم اللي بص كل ما توافق على حاجة يرجعوا فيها يعني اولا كان مفروض ساعتها 45 ألف جنيه لكل لعب هيجدت بس السنة اللي خلصت السنة الجديدة خمسين ألف فلما جيت كابتن فاروق تكلم معي انا واشرف واسماعيل ورمزي وعصام مرعي وكان يشام ياكا فيه ناس هتجدد السنة الجاية وفيه ناس هتجدد دلوقتي الناس اللي كانت هتجدد دلوقتي انا وحسين السيد وشام ياكا وعصام مرعي السنة اللي بعدها كان احمد رمزي واسماعيل يوسف وعشف آسم ومش فاكر من تاني المهم اني قال لك ايه نجمع كلهم ونجددهم مرة واحدة فلما كابتن فاروق قعد معنا فكلمني فبيقول لي يا رضا دلوقتي احنا المجلس فوضني عشان اقعد معاكم وننخلص يعني ما عنديش مشكلة يا كابتن فاروق السنة دي بياخده خمسة واربعين والسنة دي بياخده خمسين قال لي لا 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 انسى للمبالغ دي امان انت عايز يا كابتن فاروق قال لي لا لا خفها شوية قلت له عشان خطرك انت كابتن فاروق خمسة وثلاثين ألف عشرة مرة واحدة مع ان العشرة يفرقوا في الوقت ده فقال لي لا انت بعدت اول بعدت وانا قطل لك خمسة وخمسين لان انا قص عشرة تلاف جنيه فقلت له عشان خطرك جابتن فاروق ثلاثين ألف قال لي خلال سانا هعرض على مجلس الإدارة بقول له لو انا بقى مش عايزة جدد هتروح مع الاستاذ مجد اقدر لسه عايش اوه ربنا يديله الصحة اسألوه لو انا عايزة جدد او مش عايزة جدد لو انا مش عايزة جدد مش هروح معا صح ولا لا يعني الراجل يقول لي تعال هنروح للكابتن حمد امام في مكتبه مين من الاخر الشخص اللي طرفشك من نات زمالك ما هو بقى المجلس مين اللي ما كانش عايزك بقى اكيد الكابتن فاروق هو الكابتن فاروق اللي قال لهم ده اللي بيحرك الفرقة هو الكابتن الفاروق اللي طفشك يا كابتن رضا يعني الموضوع غريب جدا وطبعا الكابتن الرضا حقا فكرة انتقاله من نادي الزمالك لنادي الآلي بكذا صياغة وبكذا طريقة لكن الحقيقة 30 ألف جنيه كان نادي الزمالك رافض يدفعهم وكمان كان عايز يدفع أقل تفتكر ده 30 ألف مرة بنسمع الرواية دي بشكل مختلف عشان كده نجيب لكم المرة 30 ألف نسمع الرواية المختلفة تماما ونرجع نعقب تبرز الموضوع ده عشان بديجي على الجرح انت تبرز الموضوع عشان كدت الرضا مشي زي ما اكون هو مش عايز يعني كان عايز يمشي بشكل أحسن منك طبعا وللما جي واسيب 10 مليون والزمالك كان بيعدد عليها 5 مليون ده غير العربية وغير الشقة وغير وغير اتخذت الشقة برضه في النادي الآلي والله ما حصل لا انا عارف اتخذت الشقة أول ما جيت تجد عليها الطلاق بالتلاتة ما حصل انت عارف من مين من اللي قالك ده انا كنت قاعد في الشقة تاعت كفرة هربوس ما هيديك بتاعت الأهلي ولا ايه؟ أهلي اه بتاعت المحافظة بتاعت الجيزة ملناش دعوة بحلفين كابتر رضا هو يتحمله يمين على يمينك يمين على يمينك 50-60-70 الاغرب بقى لان هي فعلا 50-60-70 بيتكلم بقى في ايه كابتر رضا اللي بيحكي وقعت 30 ألف جنيه بيقول ان اتعرض عليه 5 مليون اولا رقم 5 مليون خزعبال اللي بيتكلم عليه وقتها ده مش خزعبالي ده غير قابل للتطبيق 5 مليون ايه كابتر يعني كانوا بيجيبوا ماردونا يعني 5 مليون ده ما احترامنا ليك مفيش حاجة 5 مليون ازاي احنا هنا جماعة بنوريكم كيف يتناول كابتر رضا الاراء في الاعلام احنا هنا مش جايبين بنتكلم ان احنا بنصير قضية مع كابتر رضا احنا في كل مرة خلاص كابتر رضا على فكرة في البداية كان بعض اراءه لها مصداقية والناس بتحب تسمع الاختلاف اللي فيها مع الوقت انا بقولها لكم بلغة الاعلام كده هو حرق نفسه خلاص كابتر رضا حرق نفسه بقى معروف المتلقي انه حيسمع كابتر رضا بيقول المغلطات وبقول حاجات لمجرد الاختلاف وفعلا بقى المتلقي بيصب الملل وعارف ان اغلب الكلام غير حقيقي وفي كل مرة يا كابتر رضا حنباروس ده اكتر لحد ما الناس تفهم ان حضرتك مجرد الكلام اللي بتقوله فيه اي نلم النادي لقلي يكون كله تناقضات وكلام غير منطقي بالمرة حضرتك انت لاعب كبير ولكن اعتقد انت اخدت سكة مش لطيفة جدا اعلاميا وقد تكسبه البعض الوقت ولكن على المدى البعيد مستحيل تستمر بالشكل هو الحقيقة لو كنت شفت الكابتر رضا عبدالعال طبعا واكيد شفته في التسانيات امرك مكنت تتوقع ان التصريح عشان كده قلت لك لاعب كبير جدا 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 والسروب الانفراد يعني كان هو فترة كده هو علي مهر السروب انفراد لكن اتمنى الكابتر رضا يعني ينزل من الترند شوية ويبدأ يتكلم بارقام موضوعية ربما ربما يعني ما برضو هيك هو يخسرنا لكن ينزل من الترند شوية ويتكلم بارقام موضوعية لكن احنا مش مركزين مع الكابتر رضا ان اي حاج هتكون تصريحاته فيها ترند او حاجة من هذا القبيل وتمس النادي لا لازم ناخد بالنا يا جماعة مش كل الكلام اللي بيتقال هنرد عليه ولازم نصدقه الحقيقة فيه شخصيات تانية واعلمين اخرين